المستشار المكلف بمديرية التشريفات في رئاسة الجمهورية محمد بوعكاس في القرار اللي صدر قالوا لقد أقيل بسبب ارتكاب أخطاء جسيمة ومخالفة أخلاقيات المهنة وخرج ذبابهم طبعا هما يحطوا عنوين هكذا ما تخذ منها لا صحيح فقط أنه تريد لكن طبعا العنوان فيه إهانة له يقولوا مخالفة أخلاقية الأمة إلى المهنة إلى آخره وأخطاء لكن ما قالوش وشن هو الخطأ لكن قلوه للذباب انتاحهم باش يقولوا وشن هو الخطأ الذباب خرج وقال أنه دفع شرطي أنه هو كي كان تبون جابوا له هذو كعشرين وثلاثة زعمية دزوا عليه دفع شرطيا وتعامل معه أهان شرطيا وأن ظهر ذلك في الكاميرات هذا ما قاله الذباب ودائما لما تسمعوا حجم الذباب وتفسيراتهم ذباب أو تسريبات يعني مرات تكون تسريباتهم وكلهم ذباب سواء كان ذباب رسمي أو ذباب يعني ذباب عنده مواقع وقنوات أو ذباب عنده فقط يرمي أي شيء في مواقع تواصل الاجتماعي في الحقيقة بحثت في الموضوع على السريع وجدت أنهم قبل فترة كان جهاز الأمن اللي في رئاس الجمهورية بالذات كان استدعاه وكانوا وجهوه بأنه عنده علاقات مع أشخاص ذكروا له سيدة بالذات ولكن كان أشخاص آخرين قالوا له هذه السيدة نحن نعرف أنها جسوسة للإمارات أو عرفنا مؤخرا أنها جسوسة للإمارات وأنها قد مثلهم أشياء هي جزيرية وأنت على علاقة بها مش عارف مش عين قولكم مش نوع العلاقة لكنكم تقدروا تميزوها يعني للأسف يعني كل علاقات فساد وناقشوا أو تحدثوا معه بأخوه كما يقولوا ما كانوا شخصية مهمة جدا هذا رو يعتبر من أربع أهم مستشارين وشخصيات محيطة بتبون طبعا هذا اللي ما اللي يعرفوا رو كان رئيس البروتوكول انتع أيام سلال ولما جاء تبون وأصبح في مكان سلال كوزير أول قامعاه لقى لما جاءوا يحيى طردوا طرد محمد بوعكاز وكان ضايع لقى لما عاود جاء تبون عاود جابوا واخترحوا له قالوا له رك تعرفوا جابوا عاود جابوا حقه في البروتوكول فالمهم تعدثوا معاه إلى آخره لكن يبدو أن علاقاته أكثر مما كانت يتصورون يعني وصلوا إلى أنه هو أيضا جسوس للإمارات عندما اكتشفت هذا قلت هذا مرة أخرى يؤكد ما قلت هنا عدة مرات أن هذه العصابة لماذا هذه العصابة خرج تبون وهاجم للإمارات بلا ما يسميها بالعكس راح في رمضان قال لهم وحنا ندعوهم دعوهم بالخير وينعلو الشيطان وين يشعار في الآخر وفي لحظة قال لهم إلا قرب إلا بغيت قال أي شيء لكن وقبل ستة أشهر خرج ما يسمى بمجلس الأمن الآل العلى وقال فيه بلد شقيق راه يزحم فينا في الساحل وره يدرنا في المشاكل وقبل ذلك خرج بن جريناي هاجم في الإمارات والويزة حنونت هاجم في الإمارات وكل جرائد العصابة هاجم في الإمارات بداية من الشروق إلى النهار إلى الخبر إلى الإكسبريسيون إلى بعض الذباب اللي في الداخل أو في الخارج لكن السؤال لنا اللي كنت أطرحوا لهم ولعل الأخوان اللي تابعوه يعرفوا لماذا لا تخطعون معهم العلاقات أنتم رأيكم الآن تخرجوا في شخصيات وفي أذنان لكنها أذنان معروفة يعني واحد كما بن جرينا ولا لويزة حنون رأيكم تخرجوا وتهاجموا في الإمارات خرجتوا في مجلس الأمن وبلا ما تذكروها هاجمتوها خرجتبون بلا ما يذكرها هاجمها والناس قاعدة عارف باللعية قصد الإمارات من جهة حللهم من جهة هاجمهم لماذا لا تتخذون القرار المنطقي العادي ليتخذوا أي نظام حق حتى إذا كان نظاما سفيها أو تعبانا أو يتخذ قرار وهو أن هذه الدولة هذه البلاد هذا النظام الإماراتي أصبح خطر علينا وهو متواجد داخل جزائر في شكل امتيازات هائلة في شركات خاصة الموانئ والموانئ هي مراكز حساسة نيفرالجي كما يقال حساسة جدا بوان سونسيبل تعرفوا في التقييمات الأمنية عند الأجهزة الأمنية في أي بلد حتى في الجزائر موجودة أنا لما كنت في الخدمة العسكرية طلعت على هذه الملفات وهو لبوان سونسيبل واللي بوان كان لبوان سونسيبل النقاط الحساسة داخل البلاد ككل مثلا وداخل العاصمة مثلا أنا ذلك الوقت طلعت على داخل العاصمة كنا في أحداث خمسة أكتوبر إلى آخره وجاء ملف تعال عقيد العقيد ما يعرفش العربية والملف كان مكتوب بالعربية فأنا ترجمت الفرنساوية فأرى كل المناطق الحساسة في البلاد كان المناطق الحساسة و كان المناطق الحساسة جدا 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 لأسباب متعددة جدا الناس تدخل منها تخرج منها السلع تدخل تخرج يعني الموانئ تعتبر هي بوابات للبلاد إلى آخر إلى آخر ولذلك في 5 أكتوبر كانت مثلا كيفاش يرسلوا الحراسات والقوات الخاصة وين يدروها لأن جاءت قوات خاصة من بسكرة وجاءت قوات خاصة من أماكن أخرى وكان يجب أن توضع بداية في النقاط الحساسة جدا ثم نقاط الحساسة وإلى آخره كانت عندهم كافي قوات خاصة بعدين يبعثوا أي جنود حتى جنود اللي كانوا حتى في التدريب جابوا بعض الناس حتى كانوا في التدريب مساكن كان عندهم ربع شهر تدريب ما زال ما تدربوش ولذلك كان بزاف القتل للمدنيين لأنه كان بعض الجنود كان يطلق الرصاص غير هكذاك ما يعرفش تفكير نزار ومثاله أنتم إذن عارفين مش دير الإمارات مسيطرة على شركات مهمة عندها عقارات هائلة مسيطرة على أهم ميناءين في البلاد مسيطرة على فريق كرة قدم مسيطرة عندها مداخل مع كبار جنرالات وكبار الوزراء والسفراء والقوضات كلها عندهم أغلبيتهم باش نكونوا منصفين عندهم بزنس في الإمارات أو علاقات مع الإمارات أو رسلين أولادهم أو بناتهم إلى دبي كل هذا موجود وأنتم عارفينهم إضافة إلى ما تقوم فيه في تونس من مشاكل في المغرب في المالي في النيجر في موريطانيا في ليبيا ومرات مشاكل هي مش فقط ضد البلاد ثم مرت البلاد ربما ما تهمكم مش كثير حتى ضدكم كنظام لماذا ما تقتلوشك على قد دبلوماسية وإحنا عارفين أن صفرتها هي مركز للتجسس أنا فلسرت أنا ذاك وقلت لأنهم يعرفون أن كثير من المسؤولين ما زالوا مسؤولين في مهام أساسية وزراء جنرالات بعض السفراء بعض القضاة كبار المستشارين بعض الولات الحقيقة هم عبارة عن جواسيس الإمارات أقل شيء أن عندهم منافع في الإمارات اللي عنده شقة لدير بيزنس لدير شركة اللي يمهرب أموال أقل شيء وبعضهم لا جواسيس يبدو أن محمد أبو عكاز الذي كان من أقرب المقربين ويتطالع على كل شيء باعتباره رئيس البروتوكول وأن تببول لا يتحرك البروتوكول يعرف كل شيء قبله بل بالعكس هو اللي يرسم له كيفاش يروح الحراسة منين الجيش كل العساسين وانش عارف أنه جاسوس إماراتي أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالجزائر الجديدة هاهوا علاش ممش قادرين يقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسهولة شديدة قال واش نوع لاش قال لك دارنا الحرائق من 2021 مع أنهم يعرفوا أن حرائق 2021 قام بيها وأشرف عليها وخطط لها وجمبر مهنة وعلى هذيك عطولوا فيما بعد منصب أعلى ويعرفوا هذا أنهم دروها ذريعة فقط أنا ذاك زادوا التهم وقال لك معي إسرائيل ومعها رشاد ومعها الماك في واحد لهبال هكذا كما تعودوا يعني دولة الجارة برغم قال الخصومات اللي معها والخلافات اللي معها رح تقطع معها العلاقات بسهولة مع أن فيه تبادل وفيه جزائر يعيش في المغرب والمغاربة في الجزائر وفيه أشياء كثيرة جداً وأصلاً الحدود كانت مغلقة لكن زيت رح تقطع العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الجوية واستنفار وخصومات في المنظمات الدولية وصراعات وما توقفتش بينما